بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نفتتح هذه الندوة الصحفية واللي احنا من الواجب علينا كاتحاد وطني نقابات قوات الامن التونسي انه ننزو هالندوة هذية خاصة بعد ردو الأفعال اللي اسمعنها بعد الندوة الصحفية اللي يقع عقتها في وزارة الداخلية لسان يسأل يقول الاتحاد الوطني نقابات قوات الامن التونسي ما دخله بهذا الشأن انا نجم نجاوبكم انه احنا كاتحاد وطني نقابات تونسي عندما تصير ردود افعال على المؤسسة الامنية عندما نقول امنية نقول موارد بشرية يعني اعوان الامن ونحن معنيون بالشأن الامني واحنا اول ناس موجودين للدفاع على زملانا ولتقديم طرحنا لان الاتحاد الوطني عود التونسي مواقف الوطنية الصادقة والتاريخ اثبت صحة طرحنا والحمد لله احنا نرحب بكم انكم انتم اتبارك الله جيتوا باعداد طيبة هذه ثيقة في الاتحاد الوطني وبيحاول الله احنا مانش بش نخايبو ذنكم وموكمش بش تخرجوا من الندوة الصحفية هذه فارغي ليدين بحاول الله بش تخرجوا بمعطيات قيمة ورسائل لبرشة اطراف اللي تحب تزايد على المؤسسة الامنية هذه وخاصة تريد ان تهاجم الامنيين هذوما اللي اعطاوا رواحهم للبلاد هذه وضحاوا برواحهم لكن نحب نقول حاجة ان المؤسسة الامنية ما هيش وحدها معنية بالدفاع على الوطن المتاعنا والوقوف في وجه الارهاب نقطة صغيرة نحب نقولها ما بين قوسين وساد الصحفيين موجودين كل لتسويقها انا اسمعت برشة شتحات حقوقية وبرشة حديث حقوقيين استغربت ان حقوقيين يصرحوا بمثل التصريحات وقتل حقوقيين ولا حتى محامي اسمعت وصرح قال على تنظيم انصار الشريعة قال اللي هو باشتعد المحكمة ادارية لتقديم قضية لتصنيفها كمنظمة ارهابية قلوا عارفت شيئا وغابت عنك اشياء ماذا بينا نصار حتوانسة بالحقائق ماذا بينا نحكي لتوانسة الناس اللي متفهمش القانون نقولونهم اللي التنظيم هدايا هو تنظيم سري هو لا يخضع لقانون الجمعيات فلنسمي الاشياء باسمائها وكفانا مغالطة الشعب التونسي يزين ما غالطناه يزين ما خبنا عليه الحقائق يزين ما نقول الحقيقة كم هي التنظيم هدايا هو تنظيم سري لا يخضع لقانون الجمعيات بل بالعكس يخول القانون للسلطة التنفيذية ولعوان التنفيذ اللي هم الأمنيين تطبيق القانون وإحالتهم من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها إذن ماذا بينا نترفع الشيء هدايا ومن غلطوش التوانس المسيكنات اللي ما يعرفوش القانون ومن فسروا الأمور كما هي ومن عملوش شطحات حقوقية ونحبش نقول شطحات حقوقية ومحاولة لكسب الأضواء انتهى وقت كسب الأضواء انسى انتهى وقت تلميع الصور احنا حاليا نجابه في إرهاب نجابه في آفا يجب أن نتوانسكه نخفو مع بعضنا إلى جانب المؤسسة هذه وتدعيمها ونبعد على تخوين المؤسسة الأمنية وأعني ما أقول الابتعاد عن تخوين المؤسسة الأمنية وشكرا وأحيل الكلمة إلى السيد الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي سيمونت صر الماتري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بالسيدات والسادة ممثلة وسائل الإعلام تماشيا ومواصلة لما تطرق إليها سيدة ندق رسمي الاتحاد الوطني نقابات قوات الأمن التونسي تنترج الندوة الصحفية الذي عقدها الاتحاد الوطني في هذا اليوم وبهذا التاريخ على خلفية أحداث هي في الأصل مست المجتمع التونسي في كيانه ومشت المجتمع التونسي في عونقم تاعه مسته في سلم الاجتماعي مسته في سلم الاقتصادي مسته في السلم السياسي اليوم أصبحت تونس على حقيقة الخطر الإرهابي والمدر الإرهابي الذي بدأ خيوته من مالي وحيث أنذاك أكدنا ونبهنا من زاوية أمنية متعمقة في الواقع التونسي وانتم تعرفوا الكل وأن اختلاف الرؤية الأمنية تختلف عن الرؤية المدنية في مدى الخطر الذي يهاجم البلاد التونسية وكما عهدناكم كان أول بيان من بيانات التاريخية التي أصدرها الاتحاد الوطن لنقابات قوات المتونسي بتاريخ 28 ماي 2012 البيان عدد 27 تطرقنا من خلاله على مدى جدية الإرهاب ومدى جدية العمال التخريبية أنا ذاك التي شملت العديد من المناطق الجمهورية وخاصة الولايات جندوبة وتبرقة ونبهنا أنا ذاك على خطورة هذا المد الإرهابي وكان لنا السبق والنظر الاستشرافية أنه صارح شعبنا التونسي أنا ذاك في بياننا ويعتبر بيان تاريخي وفي محطة من أهم المحطات التاريخية بتونس على مستوى المؤسسة الأمنية نبهنا وأنه هذا الإرهاب وهذا الخط الذي يمتد من مالي وصولا إلى تونس كان له الصداء المنقسم على زوزوايا هناك من استحسن هذا البيان وتفاعل معه نظرا من المنطلق حس وطني وأيضا نحن تحملنا أنا ذاك مسؤولية وطنية لتبيان حقيقة الأوضاع ومن رؤية أمنية وهناك من خالفنا الرأي واتهمنا بالتسيس واتهمنا وأننا نتفاعل مع جندات سياسية ولم يستحسن قراءة الاتحاد الوطن لنقبات قوات الأم تونسي ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى وبفضل صدقنا ويانا بعد أقل من عام أصبح حقيقة الإرهاب والخطر الإرهابي أمتد إلى شوارع تونس أمتد إلى بيوت تونس أمتد إلى مؤسسات الدولة أصبحت مؤسسة الدولة مش نظام نحكيون هنا على كيان الدولة أصبحت مؤسسة الدولة مهددة وأصبح المواطن التونسي مهدد أمام حقيقة لا لبس فيها أمام حقيقة لا لبس فيها ونحن اليوم وبهذا التاريخ وفي محطة ثانية أيضا ولكن أرجو أن لا تكون المحطة الثالثة بعد عام أريد أن تكون المحطة الثالثة في الطاعاتي مع الملف الإرهابي والطاعاتي مع الإرهاب تكون بحيز زمني قصير اليوم بعد 28 مايا 2012 نشوفوا الأحداث التي جدت باغتيالات يعني خيرة من زملائنا العسكريين والأمنيين من الحرص وشرطة في تونس وخاصة الأحداث الخطيرة التي جدت في جبل الشعامبي هناك اتهامات متعددة هناك اتهامات متعددة وخاصة منها اتهامات من طرف بعض المسؤولين الذين هم فاعلين في الإطار السياسي هذوم الناس هذوم ما القناش منهم يعني تفاعل سياسي أنا ذاك وكانت الإرادة السياسية عندما أعلمنا وأن هناك الخطر الإرهابي يمتدي إلى تونس كانت الإرادة السياسية وبطء الإرادة السياسية كان لها مفعول كبير جدا لما وصلت إليه تونس من حقيقة الخطر الإرهابي اليوم اليوم في هذا التاريخ وفي هذا اليوم أمام العديد من التحديات التي مورست جديد بها التحديات التي مورست ومن حملات تشكيك وتخوين للمؤسسة الأمنية ابتداء من قضية اغتيال الشهيد شكري بعيد ثم اغتيال الشهيد محمد البراهمي ثم الأحداث التي تطورت إثر ذلك على مستوى جبل الشعامبي ومداء الخطورة لما يسمى مداء الخطورة لما يسمى بأنصار الشريعة ونحن نحب أن نعطي يمتد فروتاز ولعل بعد ذلك سوف يتطرق السيد ممثل الشهور القانونية إلى عديد من الوقاعة بالأرقام بالعديد من سيد ممثل الشهور القانونية سوف يتطرق بالأرقام والمعطيات الصحيحة التي لم ترد إليكم ونحن نتحمل مسؤوليتنا كما تحملناها سابقا معطيات وأرقام من شأنها أن تصلت الأضواء نحن اليوم موجودين حتى نصلت الأضواء على موطن الخلل تكون لنا مواقف وطنية ونظر استشرفية أيضا إلى عدم تكرار هذه الإخلالات الموجودة وخاصة اليوم نحكيه ليس إخلالات على موضوع جرائم حق عام أو نحكيه على موضوع جرائم تمس بالاقتصاد ولو أن المس بالاقتصاد هو مس بمكونات الدولة وأمنها إنما اليوم نتكلم عن إخلالات تتعلق بتعاطي بعض الجهاد منها الحقوقية ومنها السياسية ومنها القضائية في شق منها إلى التعاطي السلبي مع هذا الملف الكبير وهذا الملف الخطير وهو ملف الإرهاب اليوم نحب نقوله أنه كما قال زبيل يا سيدناتق الرسمي هناك بعض الأصوات التي تتشدق باسم الحقوق وباسم الحريات البرح شفنا إثر التصريح الصحفي التي قامت به رئيسة نقابة القضاة وهي أبدت وجهة نظر متاحة فيما يخص يعني مدى مفهوم استقلالية القضاء لدى القضاء أنفسهم لأننا نحب نوصل هنا وكانت بعتوشي البارح على مواطن التواصل الاجتماعي الفيسبوك وخاصة المواطن التي تنتمي إليها أنصار الشريعة وهذا وما شبههم وما دعم هذا المواقب أصبحت إذا نسمي الأسماء بمسمياتها وسميتها سيد النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية كيف يصنف هذه المجموعة هي مجموعة إرهابية نحن اليوم ليس في معركة لسنا في معركة بين المؤسسة الأمنية والسلطة القضائية بقدر أننا نسلط الأضواء كل من منطلق رؤيتها وكل من منطلق مسائلاتها كيف نتجاوز هذه المحنة وكيف نتجاوز هذه الإخلالات اليوم تسمية الأسماء بمسمياتها البارح في صفحات التواصل الاجتماعي أنصار الشريعة ومن ولهم والتكفريين والمجاهدين أصبحوا يعطون التأشيرة يعني تلوى التأشيرة إلى وأنه قالوا السيدة دا استحل دمه الناطق الرسمي باسم مزارة الداخلية استحل دمه ويجب قتله وهذا ما يسمى رقم واحد في التغوض هذا جاء منجرة على طريقة تصرف لمسؤولة من طرف بعض الحقوقيين الذين هم بصفة مباشرة وغير مباشرة يدعموا في الإرهاب باسم القانون وباسم الحريات وباسم فهمة الحريات الشخصية العامة والخاصة وباسم حقوق الإنسان لأننا ترى تونس تمر فترة انتقالية حساسة اليوم لا نحكيه على جرائم حق عام اليوم نحكيه على ملف الإرهاب وهو ملف عالمي ونحب نأقدركم وأن تونس ليست بما يروج إليه من طرف بعض الإطار السياسي أنا ذاك وأن تونس هي دولة عبور لا نقول لكم هي تونس حسب قراءات أمنية من عميق هي تونس دولة يعني سوف تكون يعني موطن مستقر إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب العربي في تونس ولعل أكبر دليل على ذلك هو استمطانهم في جبل الشعنبي يعني الناس اللي كانت عندها بعد لخدمة قضايا معينة أو قضايا حزبية أو إيديولوجيات معينة استهنت الأمر أنا ذاك وقالتوا أن تونس منطقة عبور عندما تكلمنا ونبأنا وصرحنا الشعب التونسي بتاعنا قلنا رأوا هناك تدريبات في الجبال وهناك مخاطر تحدق بهذه البلاد قالوا هذه تدريبات تدخل في تدريبات في الرياضة البدنية وتدريبات لا أساسة لها من الصحة علشي حب نعود نأكدركم على الكلمة ذا نحبكم يعني من منطلق مصدقية هذه أولا عهدناكم بها ولكلكم تعرفوا لو كانتبعتوا يعني المحطة التاريخية في إصدار البيان وما نجرى عنهم المعطيات تتماشى مع محتوى البيان متاعنا اليوم زادة إصدارنا البيان عدد احتاج بتاريخ ثلاث أيام التالي أو أربع أيام التالي هو نفس الشي نحب تكون ونتومة عندكم يعني وجهة نظر من طرفنا نحن وأنه نتكلم من منطلق حس وطني ونتكلم من منطلق مصدقية وأيضا نتكلم من منطلق وطنية تملي علينا هذه الأمانة أمن تونس أمانة بين أيدينا وهذا الشعار الموجود من بيناتكم ومن هذا المكان ومن هذا المطلق نود أن نعطي بالأرقام ونعطي بالتوضيح ونعطي بالتلميح ليس بالتصليح ونحب أن نقول حاجة هذية تسجلوها علينا نحن يعتبر هذا الكلام هذية نتحمل مسؤوليتنا فيه رأوا اليوم إذا ما نلقاوش تجاوب من طرف الصلط المعنية والمقصودة إذا ما نلقاوش تجاوب من طرف الصلط المعنية والمقصودة في إطار ما سوف نبرزه إلى الرأي العام عن طريق ممثل شؤون قانونية بالاتحاد الوطن نقبات أخواتنا من تونسي أيضا سوف يملي علينا واجبنا الوطني ومسؤوليتنا الوطنية أن نسمي الأسماء بمسمياتها وهذا ينظر أول طب لن نترقلها من بعد لن نخلي لكم المجال لطرح الأسألة إذا ما يتدمش التطرق والتعامل مع ملف الإرهاب الذي يمص الأعلام ومس الأعلام الإرهاب مس الأعلام ومس الاقتصاد ومس السلم الاجتماعي ومس السياسيين ومس الحقوقيين ومس حذة نسهم إذا لم يتم يتم التطرق إلى ملف الأعلام بصفة جدية الإرهاب إذا ما يتم تطرق إلى ملف الإرهاب بصفة جدية رأوا في المستقبل وليس بالمستقبل البعيد إنما في المستقبل القريب سوف نسمي الأسماء بمسمياتها وليس نعطيكم بالأرقام كيف ضحت المؤسسة الأمنية من شرطة وحرص كيف ضحت المؤسسة الأمنية من شرطة وحرص ليلة نهارا لاستطباب الأمن والسلم الاجتماعي والاقتصادي وعلى وعلى ذلك رغم المجهودات التي قامت بها وقدمنا العديد من التضحيات ما يخفاش عليكم أنيس جلاصي زملانا من الأمنيين التي تماتوا في الشعامبي زملانا من العسكرين التي تماتوا في الشعامبي هذا بكل لا لشيء إنما لاستطباب الأمن لكن الذي هو أثار قلقة متاعنا وأثار المعنوية متاعنا هو هناك أطراف نعرفها حق المعرفة ونعرف الأبعاد معها كما أشرناها في البيانة متاعنا نعرف أبعادهم في تناولهم الملف الإرهاب كانوا دخلوا شكوا في قدرات المؤسسة الأمنية شكوا في تضحيات في المؤسسة الأمنية واليوم المؤسسة الأمنية لهذا العديد من التحديات اليوم الثقل الموجود على الإطار تجذبات سياسية ألقى بكاهله على أداء المؤسسة الأمنية عندنا التجذبات السياسية عندنا المشاكل التي تعيشها المؤسسة الأمنية هي في حد نفسها داخل المحيط متاحها داخل بيتها والتحديات الخارجية كجرائم يومية كجرائم حق عام والذي في امتئف هذا الكأس هو الملف الإرهاب هذا الملف الإرهاب أنتم معنون به بدرجة أولى وكل مواطن تونسي معنى به بدرجة أولى وليس مفهوم الأمن في مفهوم الشامل هو وقف على المؤسسة الأمنية في حزب بل يتعدى إلى جميع مؤسسات الدولة الأخرى وكذلك المواطن اليوم نحب أن نقول لكم بعض المعطيات هي في حد ذاتها لم أسمعت واشق بل لأنه فما الإدارة عندها حق التحفظ وهذه المجهودات قمنا بها نحن ونتحملوا مسؤوليتنا فيها في الأرقام الأرقام التي نعطيها لكم والتوضيحات التي نعطيها لكم قمنا بها بمجهودات خاصة ونحن نتحملوا فيها المسؤولية ليس غريب غدوة ضمن إبراز هذه الحقائق وإبراز هذه المعطيات سوف نسأل أولا من طرف الإدارة متاعنا ولو نحن نخدمه ونحن والإدارة نخدمه فرد شق للدفاع على المؤسسة الأمنية هذا كل ولا فرق بين سلطة الأشراف وبين نقاب